يعني يقول الشاطبي لدي عبارة جميلة تضبط مثل هذا التصور يقول و الشاطبي أيضاً هو من علماء المسلمين الذين اهتموا بقضية المقاصد و أحاول أن أصلوا له في كتابه الشهير الموافقات جميل فيقول الشاطبي لا يقضى على الكل بالجزئي ولا بالجزئي على الكل هي نوع من الموازنة حقيقة هذه الموازنة حقيقة النصوص الشرعية و النظر في النصوص الشرعية و معرفة الراجح و المرجوح و القطع و الظن في الشريعة بحيث هناك نوع من الموازنة بحيث يعني هذه الكليات الشريعة مثل أن الشريعة مبنية على اليسر و أيضاً جزئيات الشريعة الأخرى طيب لا يكون بينها نوع من التعارض و التصادم بحيث أن المكلف يصبح بين نقيضين يعني هل الشريعة سمحة أو الشريعة شددت في موضوع معين فلا يقضى بهذا الكل على هذا الجزئي ولا بهذا الجزئي و على هذا الكل و إنما هي نوع من الموازنات أنا هنا حقيقة لا أستطيع أن أخذ بالتفصيل في مثل هذه المواضيع لكن نحن نحاول أن نضع محددات شميل يعني من سمعها و وعاها و فاهمها بإذن الله تنضبط عنده مثل هذه الأمور من أولى هذه المحددات عندما نقول أن الشريعة مبنى على اليسر و أن الله عز وجل لا يكلفنا بما فيه مشقة المقصود هنا المشقة غير المعتادة أما المشقة غير المعتادة نقصد فيها المشقة التي فيها حرج على الناس و ضيق فالله لا يكلف بها و ليست هي من مقاصد التكليف لكن المشقة و هذا النقطة مهمة جدا لكن المشقة المعتادة التي هي أصلا يعني من ضمن التكليف لأنه لأنه ما سمي تكليفا إلا فيه نوع مشقة هذا قطعا يعني لا تكاد عبادة تنفك عنه نعم لا تنفك ما في عبادة تنفك عن مشقة لذلك بذل جمعا نعم لذلك كان الله عز وجل شر على ابتلاف هذه و تميز المؤمن من الكافر من المنافق بهذه العبادات و هذه التكاليف أنا أجي مثال بساطة نسمح لي دكتور عشان ما يجي واحد يقول مثلا صراتي فجر صعبة علي أنا إنسان أجي من الدوام تأخر و بقوم بكرة الصباح الدوام ولا في الليل سهارت و في البرد الآن الأجواء باردة أنا أشق عليه أن يقوم صراتي فجر فأنا أأخرها والمشقة تجلب تيسير و يبدأ يستدل في هذه الأدلة نعم نعم هذه لا تنفك عنها العبادة لا يمكن أن تنفك عبادة عن نوع من المشقة لكنها مشقة معتادة هي من ضمن لا ينكلف نفسا إلا وسعها هي من ضمن هذا من ضمن هذا الوسع و الطاقة مثلا الصيام الصيام في مشقة الجو في مشقة العطش الوضوع على المكاره يعني في وقت البرد الشديد في وقت كذا في وقت أيضا الجهاد الجهاد في سبيل الله في تفويت للنفس و تعرض للنفس للخطر كره لكم نعم الإنسان بطبيعة يحب الدنيا يعني في حب للدنيا هذا من طبيعة البشر لذلك مثل هذه المشاق التي لا تنفك عنها العبادة لو جعلناها من ضمن إطار المشقة تجلب التيسير أو أنها ترفع التكليف لن سلخنا جميع لن سلخ الناس جميعهم من التكاليف لم يبقى تكليف إذن و لم يبقى للشريعة معنا فعادت الشريعة على نفسها بالنقل و البطلان و هذا لا يمكن أن تكون الشريعة متناقضة أن تشرع ثم تنقض في جانب آخر فهذه المشاق يتحملها الإنسان و في قدر وسعه و طاقته هذا من جانب يعني من جانب الجانب المادة ممكن نقول أنها فيه مشقة لكن شوف فيه جوانب أخرى نحن كمسلمين ننظر إليها يعني هناك الجانب الروحي هناك جانب تكثير الثواب هذا شوف فيه يسر وسهولة صحيح يعني الجانب النفسي الجانب النفسي مهم جدا يعني شوف الناس مثلا في الصيام أليس يشق عليهم يشق عليهم العطش و رغم ذلك كم من الصيام يصلح في النفوس و كم أن الناس عندما يخرج رمضان يتمنون رمضان أن لا يخرج صحيح لماذا؟ لأنهم شعروا بخفة نفوسهم أن يطيلون القيام و الصيام نعم رغم أنه فيه الصيام فيه قيام و ربما الإنسان لديه عمل أيضا يذهب من الصباح و لا يعود إلى متأخر على العصر و رغم ذلك تجده يحافظ على صيامه و يحافظ على بل يسأل الأسئلة الدقيقة أنا شربت بالخطأ أنا فعلت بالخطأ هل فسد صيامي أنا ذهبت و حللت مثلا دم أو كذا فتجدون يسألون أسئلة دقيقة جدة من خوف الإفساد الصيام بأي شكل من الأشكال ثم إذا رمضان قارب الخروج أو كذا تجد الناس يتمنون لو أن السنة كلها رمضان رغم أنه شق فيه مشقة إذن اليسر و السماح في جانب آخر غير الجانب المادي الذي هو الجانب الجسد لأن الإنسان عبارة عن جسد و روح الجسد قد يتعب لكن الروح قد ترتفع و تسمو و هذا الذي قلناه في أول الكلام في أول اللقاء أن الإسلام يحاول أن يرفعك من حضيظ المنافسة الأرضية يعني الإنسان كلما اقترب من شهوات اقترب من تكوينه الطيني إلى الأرض و كلما ارتقى بروحه هو ارتفع إلى نفخة الروح التي أودعها الله في أبيه آدم فتسمو هذه الروح ترتاح هذه النفس و هذا مقصد أيضا من مقاصد التيسير و هذه الراحة و هذا البعد النفسي الذي قد يغيب أحيانا عن غير المسلم تكثير الثواب حتى لو عمل فيه مشقة فيه تكثير للثواب و تكثير الثواب فيه نجاح للآخر و أي يسر أعظم من النجاح من الآخرة عندما يعني أي يسر و سماح عندما يجوز الإنسان على الصلاة قلبق و يحاسب حسابا يسيرة أو يحاسب حسابا يسيرة أليس هذا من اليسر لكن هذا يسر و سماح في الآخر و هذا أيضا بعد موجود يعني ليست فقط سماحة الإسلام هو بعد مادي دنيوي و أن كان رعايا الإنسان الإسلام لا شك يعني كما بينا و سنبين إن شاء الله فهذه المشقة المعتادة لها يسر و سماح في جانب آخر جانب الروح جانب النفس و ذاك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال الصلاة و كان من السلف من يقوم إلى الصلاة فلا يشعر بمن حوله فلماذا؟ لأنهم وجدوا هذه الراحة و هذه الطمأنينة و هذه السكينة في هذه العبادة و مثل الصلاة العبادات الأخرى من قيام الليل من الصيام من الحج من الجهاد في سبيل الله كلها ترتقي بهذه النفس وبهذه الروح فهذا المحدد الأول وهو محدد جدا مهم أن المراد باليسر و سموح في مشاق التي تخرج عن طاقة المكلف التي فيها حرج فيها مشقة هنا يراعيها الشر و يرفعها